السلام عليكم متابعي دراما سبورت خسارة نادي بوتوشاني اول خسارة لمحمود المواس مع النادي بالدور الروماني الخسارة كانت مفاجئة بالسواني الاخيرة الدام متزيل الترتيب اخر فريق بالترتيب بالدور الروماني نادي اركيش بيتشتي يلا على التفاصيل اذا سألت اي دكتور سنان طبيبة سنان عن اكتر مكان بيتألم فيه فراح يكون الجواب بشكل سريع مكان الظهر والرقبة دائما بنتوجع من هالامكنة بالذات فاذا شفتوني قاعد بالستوديو عم بحكي فبالتالي لازم تفهموا وبشكل سريع بان موضوع الظهر والرقبة ألم شديد لاكتر ولااقل على العموم يا شباب خلونا نحكي عن مباراة بوتوشاني اليوم شفنا مباراة من الشوت الاول كانت المباراة بصراحة يعني بطيئة جدا خصوصا بموضوع بناء الهجمة شفنا غياب حميدو كيتا اللعب المستفز وكان محمود المواس بيلعب مكان حميدو كيتا يعني مكان المواس الأساسي مكان المواس اللي بحب يلعب فيه جناح اليسار مثل ما حكينا يا شباب المباراة بشكل عام كانت بطيئة من ناحية بداية الهجمة بداية الهجمة كانت بطيئة خصوصا من بوتوشاني انت اليوم عم تلعب مع فريق بالمركز الأخير بالدور الروماني فريق جاي لحتى يلعب دفاع وانت عم تلعب عرضك فبالتالي انت مطالب بتحقيق الفوز مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية خصوصا ان بوتوشاني بآخر 4 إلى 5 مباريات ما عم بيحقق الفوز أغلب المباريات تعادل حقق فوز واحد فقط لا غير وهذا الشي بيعني بأن بالفعل بوتوشاني بيحتاج للاعب قناص للاعب ينهي الهجمات من حيث الأطراف جيدين جونسان رودريغيز لاعب خط الوسط ممتاز جدا بيعرف يحرك اللعب مثل ما حكينا بناء الهجم بطيء لكن لما بتوصل الكرة لجونسان رودريغيز دائما اختياراته بنظر الشخصي صحيحة 100% الكرة بتوصل لمحمود المواس منشوف في حركة في سرعة كأداء بالشوط الأول لمحمود المواس فينا نقول أداء جيد أداء فرصة كان عم بفوت على عمق ببعض الأحيان لخلق الزيادة العددية بالحالة الهجومية لنادي بوتوشاني لكن غالبا كان عم بيقضية بالجناح اليسار من دون موضوع العرضيات يعني لا محمود المواس ولا اللاعب الآخر بالجناح اليمين كانوا عم بيعملوا عرضيات للمهاجم المهاجم الدنيماركي يوسف بظن اسمه يعني من وصول ممكن عربية فالكرة ما كانت عم توصل ليوسف لا من المواس ولا من جناح اليمين ما كانوا عم بيعملوا عرضيات غالبا الكرة لما بتجي للمواس بيحاول أما المراوغة أو العودة للخلف فبالتالي ما كنا عم بنشوف هجوم إلا من العمق على يعني لنادي بوتوشاني وهذا الشيء بصراحة أداء للتقوقع الدفاعي أداء إلى نهاية الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي هاي هي كل القصة بالشوط الأول تعادل سلبي كون نادي بوتوشاني كانوا عم بيلعبوا بطريقة بطيئة جدا شوط الثاني متل ما هو متوقع يعني شفنا تبديلات شفنا أربع تبديلات من مدرب نادي بوتوشاني النتيجة صفر صفر لازم يحاول تغيير رتم المباراة المحاولة من تسريع اللعب ويجاد بعض الحلول الهجومية بصراحة شفنا في استحواز لنادي بوتوشاني شفنا في تحركات شفنا في هجمات حاول محمود المواس حاولوا اللعيب المهاجبين عمل أي فرصة لكن من ناحية التزديد على المرمى فما شفنا إلا يعني مونديندا تزديدة واحدة فقط ونغيندا عفوا تزديدة واحدة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ما كانت في محاولات يعني للتزديد عادة عن ذلك فأنت إذا لاحظت وإذا تابعت المباراة حتشوف بأن حارس نادي أركش بتيشتا حارس سيء جدا بالكرات العرضية يعني عدة كرات من مرة واحدة ما كان في يمسك الكرة فكانت عند تجي هجم يعني كرة مرتدة لمهاجم بوتوشاني أو لأي لاعب موجود بمنطقة الجزاء بس ما كانوا عم بيستغلوا هاي الفرصة يعني ما كانوا عم بيستغلوها أبدا لذلك فينا نقول بأن نادي بوتوشاني عم بيعاني هجوميا عم بيعاني في عنده هجمات عم بيوصل للمرمى لكن ما فيه يسجل أهداف ما فيه اللاعب المهاجم اللاعب القناص الرقم 9 اللي فيه ينهي الهجمات في صراحة يا شباب ما يعيب على الدور الروماني واللي شايف أنه عم بيشبه إلى حجم الدور السوري من هاي الناحية إضاعة الوقت يعني أي لاعب سواء من نادي بيتشتا أو من نادي بوتوشاني عم بتشوف من واعب الأرض دقيقتين دقيقة المباراة بتمشي واللاعب على الأرض فأنا بشوف أنه فيه إضاعة مبالغ فيها للوقت من قبل أغلب الفرق الرومانية أو من قبل أغلب الفرق اللي واجهت بوتوشاني مع بوتوشاني بصراحة ما بعشو هي الأسباب لكن ممكن أفكار اللاعبين ممكن آراء من المدربين أنه حاول إضاعة الوقت حاول أبطاء الريتم لأن الدور الروماني واضح جدا أنه اعتماده الكل على أبطاء الريتم الآن ما شفنا نادي بوتوشاني مع دينامو بوغارست مع الأندي الصفوة بالدور الروماني لكن مبدئيا فينا نقول بأن نادي بوتوشاني أبو التعادلات عقم هجومي واضح فريق ما بيعرف يسجل أهداف وما عنده اللاعب المهاجم هذا الشي صار واضح جدا حول هذا النادي بشكل أو بآخر والشي اللي صار يا شباب يعني مفاجأة أكيد يعني خسارة نادي بوتوشاني بالسواني الأخيرة كان مسيطر كان مستحوز لكن مثل ما حكنا بتلت الهجوم وما كان فيه تسديد على المرمى ما كان فيه هجوم جيد ونجح نادي يعني بيتشتا بتسجيل هدف قاتل هدف صعب تعويضه بالدقيقة 92 وبالتالي انتهت المباراة على نتيجة 1-0 وهاي النتيجة خلت بوتوشاني حاليا بالمركز العاشر وممكن يفقد المركز العاشر إلى المركز 12 في حال فوز أحد الفرق المنافسة لأن بوتوشاني عنده 16 مباراة بينما بقية الأندي في أندي عنده 15 مباراة لذلك الخسارة كانت باب محلة التعادل كان سيء فكيف إذا كانت خسارة قدام فريق متزيل الترتيب رفع رصيده وصار قريب حتى من بوتوشاني يعني إذا تعرض بوتوشاني لخسارة خسارتين إضافيات خلال الجوالات القادمة ممكن يصير متزيل الترتيب يعني حتكون كارثة بالنادي بصراحة وإذا حكينا عن أداء محمود المواس أنا شفت أنه قدم مباراة جيدة نوعا ما الشيء اللي بيبرر للمواس موضوع التقص يعني فيه بسوريا التقص مختلف تماما مدينة باردة جدا نحن حاليا بأوكرانيا ناقص داعش فبظن أنه ببوتوشان بمدينة بوتوشان وحتى برومانيا الأجواء باردة جدا الأجواء غير محتملة يعني فاللاعب بيحتاج للتأقلم إسا وإسا يعني بالدور الروماني أول مباراة بعد التوقف الطويل للدور الروماني نتيجة أنه الدور الروماني بشكل عام مثل الدور الأوكراني الدور الروسي غالبا بهالأشهر عم بنشوف توقفات طويلة نتيجة التقص على العموم يا شباب هذا كل شي حابب أحكي عن مباراة بوتوشاني عن وضعية محمود المواس بكرة يوم طويل الدور السوري مباراة الهلال فكونوا على الموعد وبتمنى يعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر